بسم الله الرحمن الرحيم الأساتذة الزملاء المحترمين السلام عليكم ورحمة الله في موضوع بيشغل كل الأساتذة المحامين المبتدئين والبادئين في العمل والاشتغال في مهنة المحامات إزاي يدافع عن المتهم بجريمة ولتكن جناية مخدرات أو جناية سلاح أو أي نوع من أنواع الجرائم التي يتهم فيها الناس ويقدموا إلى المحاكمة الموضوع في غاية الأهمية هتدفع عن مجرم ده السؤال اللي بيعن لكثير من الأساتذة أول ما بيتخرج هتدفع عن مجرم إزاي الموضوع أنك مش بتدفع عن مجرم أنت بتدفع عن القانون بتدفع عن تطبيق الصحيح للقانون بتدفع عن صحة الإجراءات القانونية القانون القانون حين يستلزم الدفاع عن متهم ويوجب وجود محامي في الجنايات المسألة دي ما جاتش عبس جات احتراما للقانون واحتراما للشرعية واحتراما للدستور لازم تكون المحاكمة وفق إجراءات قانونية صحيحة يجب أن تكون المحاكمة وفق الدستور والقانون وإلا تكون المحاكمة باطلة فأنت حين تدافع عن متهم في جناية أو في جنحة أو في قضية جنائية بصفة عامة فأنت تدافع عن القانون أنت تدافع عن الشرعية أنت تدافع عن صحيح تطبيق القانون والدستور ولست تدروج لجريمة ولا تدافع عن جريمة على سبيل المثال والجريمة اللي هنتكلم فيها عن عرضها جريمة المخدرات التعاطي والإتجار والجلب المنتشر منها أكثر جريمة التعاطي منتشرة ومتدولة إلى حد ما في المحاكم حين تدافع عن متهم في التعاطي فأنت تدافع عن القانون عن مركزه القانوني عن تطبيق صحيح القانون لأن لازم تتم إدانة المتهم وفق إجراءات قانونية صحيحة لا يشوبها أي عوار وهذا هو المقتضى القانوني الذي تقوم عليه مهنة المحامات ومهنة الدفاع أنك تدافع عن صحيح القانون وليس عن الجريمة لأن إحنا لو قلنا كده أنا أبقى أروج للجريمة والمجرمين كلام ده غير صحيح وغير معتبر أنت تدافع عن القانون حين يأتيك متهم في جناية مخدرات هو متهم وأول مبدأ قانوني تعلمته أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة يباشر فيها كافة حقوقه القانونية ثم بعد ذلك تقضي المحكمة بما تقضي به دورك أستاذ محامي تراقب وتراجع مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة فإذا وجد خلل في إجراء من الإجراءات عرضت على المحكمة والمحكمة هي التي تقضي بالبراءة حين تقتنع بهذا الخلل الذي عرضته حضرتك عليه إذا من اللي قضى بالبراءة القاضي هل القاضي يروج للجريمة لا القاضي يحمل قانون كما تحمل قانون القاضي يسعى لتطبيق القانون ولا يعنيه أن يزجن متهم ولكن يعنيه أن لا يزجن بريء فإنه لا يضير العدالة أن يبرأ متهم بقدر ما يؤذيها ويؤذي الهيئة الاجتماعية أن يزجن بريء واحد ولئن يفلت ماء من العقوبة خير من أن يزجن بريء هذه المبادئ التي تعلمناها وتربينا عليها وتقوم عليها منظومة العدالة هي التي تحكمنا في هذا الأمر إذن لا تنزعج أيها الزميل المحترم من أنك تدافع عن متهم في جريمة جنحة أو جناية فأنت لا تدافع عن الجريمة ولا تدافع عن المجرم ولكنك تمارس حق الدفاع في تطبيق القانون فأنت تراعي تطبيق القانون وما استلزمه في إثبات الجريمة وآية ذلك ودليله ننظر إلى القاضي هناك مبدأ قانوني معتبر معروف للكافة وهو أن القاضي لا يقضي بعلمه ولا يقضي إلا بما هو سابت في أوراق الدعوة المطروحة أمامه على بساط البحث إذن أن القاضي يطبق قانون ولو شاهد واقعة ثم طرحت أمامه ليقضي فيها لا يقضي بما شاهده ولكن يقضي بما ستر في الأوراق وما حرر فيها وما أثبت فيها هذا هو المعول والمعول الحقيقي الوحيد الذي تبنى عليه الدعوة وتبنى عليه الأحكام وتبنى عليه التهمات النيابة وبناء عليه حضرتك حين تدافع عن متهم في قضية فأنت تدافع عن العدالة وعن القانون وكما قررنا أنه لا يضير العدالة أن يبرأ متهم بقدر ما يؤذيها ويؤذي الهيئة الاجتماعية نيوز جنبري فحين تنظر في جناية مخدرات كما قررنا وأنها هي المعروضة أمامنا الآن اليوم للحديث بشأنها تنظر إلى الدفوع الواردة في القضية القانون حين رأى أن يعاقب الجاني وليكن في جريمة تعاطي المخدرات أن يكون حائزا الجريمة ليست في التعاطي الجريمة على الحيازة القانون يعاقب على حيازة المخدر بدون ترخيص ربما يكون هناك مخدر يحمله المتهم ولكن له ترخيص في حمله كبعض أنواع العقاقير الطبية التي صرح بها الأطباء ربما يكون اتمسك بمخدر ليس له تصريح كالمخدرات الممنوعة تماما لكن هناك إجراءات لم تتبع بشأن هذا المتهم مما يجعله يفلت من العقاب إنجاز القول أو لا يصح تطبيق نص الاتهم عليه لأن المشرع استلزم حين يتهم شخص ويقدم للمحاكمة الجنائية ويقضى بحبسه لا بد أن يكون ذلك وفقا لإجراءات استلزمها وفرضها على ضابط الواقعة ثم على النيابة التي تتولى التحقيق ثم على المحكمة التي تقضي في الدعوة وتنظره هذه الإجراءات هي محل عملك ومحل بحثك ومحل دراستك إذا كانت الإجراءات كاملة وسليمة فقد انتهى الأمر أما إذا كان هناك عوار وقصور وبطلان وأخطاء فهنا يتمتع ويستفيد منها المتهم ولست أنت الذي يقضي بالبراءة ولكن المحكمة هي التي تسمع منك هذا وتقتنع به وبموجبه تقضي ببراءة المتهم غير ناظرين لما إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة من عدمه المهم أن تكون الإجراءات التي تم ضبطه فيها إجراءات قانونية صحيحة صدرت من المختصين أي أن يكون الذي ضبطه ضابط ضبطه في محل الواقع في دائرة اختصاص هذا الضابط مثلاً نجيب على سبيل المثال اعتراف المتهم الاعتراف زمان كان بيعول عليه وبيقول عليه سيد الأدلة لما تغير الحال وتغيرت الأمور اتضح أن الاعتراف ليس سيد الأدلة وأنه يحتاج إلى أدلة تؤيده في الأوراق وتؤازره فإذا كان هذا الاعتراف شازاً مخالفاً للثابت في الأوراق فلا يعول عليه فربما يعترف شخص بجريمة لأسباب لا تتعلق بارتكابه بها وأنه لم يرتكبها ربما ليدفع التهمة عن عزيز لديه هو الذي ارتكب هذه الجريمة ربما يكون مريضاً نفسياً ربما يكون رافضاً لحياته هو يريد التخلص منها فيلقي بنفسه في جريمة لم يقترفها حتى الاعتراف لم يعول عليه وهو صادر من المتهم اعترافاً اختيارياً تطبيق هذا الكلام اللي احنا قلناه إزاي نطبقه على جريمة المخدرات وما يتعلق بها من إجراءات القبض والتفتيش لازم يقوم بعملية القبض ضابط مختص عملية التفتيش لازم المتهم يكون وضع نفسه طوعيةً واختياراً موضع الريبة بما يضطر الضابط للشك فيه وتفتيشه من الأمور العجيبة في العمل اللي هتنظرها في هذا الأمر إن واحد تاجر مخدرات وجات التحريات قالت أنه تاجر مخدرات واعتاد الإتجار في المخدرات ده مسألة براءته بتبقى على درجة كبيرة من السهولة ليه؟ لأن لازم تتوفر معه الحيطة والحذر اللي بيباشر هذا الأمر ويتاجر في المخدرات واشتهر عنه هذا وورد في التحريات معناه أنه حذر ويتوخى الحذر تماماً فلازم حين يتم الضابط يقوم الضابط بضبطه وتحرير محضر بالواقعة أن يحرر كيف تم ضبط المتهم ولازم يكون في حالة ما تكونش حالة بسيطة ما ينفعش يقع فيها مثل هذا المعتاد العتيد لأن طبيعة عمله بتكبره على أنه يكون حذر جداً محتاط جداً فإذا ما كانش موجود هذا الحذر في ظروف القبض عليه وتم القبض عليه بشكل بسيط وتافه يبقى معناه أن الإجراءات فيها كلام فيها شبهة ممكن نتكلم فيها ونفسد الإجراءات وبالتالي نصل إلى البراءة مسألة البراءة زي ما قلنا ما تزعجكش لأنه لأن يفل تماء من العقوبة خير من أن يزجن بريء هذا مبدأ قانوني وشرعي تلتزم به جميع المحاكم وكل مقتضيات العدالة تقوم عليه هذا فيما إذا كان المتهم مسجل مخدرات وله العديد من الصوابق ده في حد ذاته زي ما قلنا قد يكون سبباً لتبرئته لأن أنت بتقول أنا مسكته في ظروف عادية جداً لا ده هو رجل المفروض أنه بيحتاط وحذر وشاطر ما تجيبهش شخص عبيد كده وتمسك في ظروف عادية وطبيعية لا بتبقى مسألة مريبة مش معنى مع أن أنت لو خدته من أول واهلة هتلاقي أنه بيتاجر في المخدرات وسبق اتهامه في أكثر من قضية يبقى هو متهم لا ما بتتحسبش كده ومحكمة النقض اللي قالت هذا الكلام وأرصت هذا المبدأ كون المتهم مسجل مخدرات وله العديد من الصوابق قد يكون سبباً لتبرئته إذ من المعلوم أن من يباشر هذا النشاط غير المشروع طابعه الحيطة والحذر فمن غير المعقول حسب تصوير شاهدة الواقعة أن تجلس المتهمة على حافة طرعة على مقربة من مسكنها في مكان مطروق لكافة المرة وهي تمسك بالكيس الذي به المخدر المضبوط وكأنها تقدم دليل إدانتها ولا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببطلان القبض والتفتيش لانتفاع حالة التلبس حكمنا بيقول هذا المعنى في حين أن لو حضرتك أريد الورق وأريد في التحريات أن المتهم اعتاد تجارة المخدرات فهتقول لا ده يبقى كده الواقعة سبتة لا ده أنت تشوف الواقعة دي بقى تمشي مع واحد اعتاد التجارة واعتاد الحيطة وفقاً لطبيعة مهنته والوعظة ينطبق عليها أم لا ينطبق مسألة أكيد كانت بالنسبة لك محل تعجب لكن هي كده واضحة دلوقت كمان ما يعقلش أن الضابط يقول لك قابلني ما أنشاهدني فألقى لفافة في يده المفروض اللي معاه مخدرات هيقبل الضابط هيخفيها مش هيلقع من قدامه كتير بتكتب المحاضر كده ولو كتب بالطريقة دي ده سبب جوهاري من أسباب البراءة لأنه مش معقول أن واحد يحمل مخدرات ثم يقابل مأمور الضابط فيلقي المخدرات أمامه أو تحت قدمه لا هيخفيها هيجري بهم نسبة هيجري دي لو واحد جري من الكمين هل دي قارنة على أنه هو مرتكب جريمة أو حامل لمخدرات لا جايز خاف من الكمين كده بدون سبب وما عملش حاجة مسألة أن زابط مسك واحد في مكان وشم ريحة مخدرات في الآلة التي يشرب منها الحشيش الشيشة أو الجوزة ثم فتشه ووجد معه مخدرات ثم بعد ذلك تم تحريز الجوزة أو الشيشة والمخدرات المضبوطة في جيبه تبين بفحص الأدوات أن الجوزة اللي الضابط قال أنه شم منها ريحة مخدرات ما كانش فيها مخدرات وإن ما كانش فيها ريحة مخدرات بالتالي لأن التحليل جي قال أن الجوزة فضية من المخدرات ما كانش فيها يبقى أنت شمت إيه؟ يبقى بناء عليه التفتيش باطل المخدرات اللي ضبطت معاه برضو إجراءها باطل ويلزم تبرئة المتهى وده حكم نقضي برضو على هذا الكلام ليس من عنديتنا إذن مفاد المسألة أن يطبق القانون مش أنت بتدافع عن مجرم أو بتدافع عن جريمة لا أنت بتدافع عن القانون أنت بتدافع عن مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في حكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة أنت بتدافع عن الإجراءات بتدافع عن صحة تطبيق القانون وبتطبق الإجراءات اللي القانون استلزمها أنت ما بتألفش حاجة من عندك القانون قال عشان واحد يحاكم لازم تتبع معاه إجراءات متبعة وبترتيب محدد ومن أشخاص مختصين معتبرين إذا تم الأمر على هذا النحو فبها وإلا يترطب البطلان على الإجراءات ثم بعد البطلان يقضى بالبراءة لأن الحكم لا يبنى إلا على الجزم واليقين وعلى إجراءات سليمة وليس على الشك والتخمين وكما قررنا ونقرر دائما أن الأصل في الإنسان البراءة وهذا أمر يستحق أن ندافع عنه ومبدأ يضمن سلامة الآخرين الأصل في الإنسان البراءة يحمي الإنسان من مخاطر سوء للتهم والتلفيق الأصل في الإنسان البراءة هو مبدأ شرعي وقانوني كما قررنا لا يضير المجتمع أن يبرأ متهم بقدر ما يؤذيه ويؤذي الهيئة الاجتماعية أن يزجن بريء إذا رأيتم للمسلم وجها فخلوا سبيله إضراءوا الحدود بالشبهات إضراءوا الحدود ما استطعتم هذا أمر شرعي وقانوني التقفاه القانون من الشرع وأكده وأيده ووفقت عليه كافة التشريعات العالمية فهو مبدأ لا يصح أن يخالف وليفلت من يفلت من العقوبة مقابل الحفاظ على هذا المبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة قانونية عادلة في حضور محاميه الذي اختاره حتى يطمئن لمحاكمته وحتى تطمئن الهيئة الاجتماعية والمجتمع إلى أن المتهم تمت محاكمته محاكمة عادلة وفقا لصحيح القانون رعيت فيه الإجراءات رعيت فيه كافة الضمانات والحقوق للمتهم ذلك أن تبرئة المتهم لا تضير العدالة بقدر ما يؤذيها وأكررها كثيرا ويؤذي الهيئة الاجتماعية أن يسجن بريء وكما قررها في أحكام محكمة النقض لأن يفلت ماء من العقوبة خير من أن يسجن بريء هذا مبدأ لا يفهمه كثيرون ولا يستوعبه كثيرون لذلك أردت وأحببت أن أوضحه لكم حتى تكون مرتاحة ضمير وأنت تعمل في قضية وتعلم أنك لا تدافع عن جريمة ولا تروج لجريمة إنما تبارس حقا قانونيا دستوريا كفله القانون للمتهم وأشد ضمان كفلها القانون للمتهم أن يكون معه محامي فاهما للقانون ملما به يدافع عنه ويظهر الصغرات التي تعتري موضوعه ودعواه وإذا كان هناك وجها للبراءة المحكمة هي التي تقضي بالبراءة لأنها تقوم على هذه المبادئ التي أوضحناها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر